أروح بقى إلى أعضاية تانية والأعضاية التانية أنا ما كنتش متخيل رد الفعل اللي شفتم لإمبارح على السوشيال ميديا لما تكلمت على فكرة ليه اتحاد الكرة ما بيهتمش ببطولة كأس مصر البطولة دي لازم يتم تعظيم أهميتها في الفترة اللي جاية وأنا بتكلم بغض النظر مين بطل الكأس مين تالت الدوري مين رابع الدوري الناس ما عرفش ليه بتاخدنا في إطار سكة تانية أنا مش في دماغي أنا بتكلم على فكرة بطولة الكأس دي بطولة مهمة جدا زيها زي الدوري وأصبحت هي البطولة الوحيدة اللي بيمتلكها مجال صدارة اتحاد الكرة أي أن كان المجالس بقى المونتس هنا يا بريدة يعني الله يرحمه الكابتن سامير زاهر ربنا يديه الصحة اللي هو حرب الضهشوري دلوقتي الأستاذ جمال علام يعني أنت ما عندكش غير البطولة دي الوحيدة اللي بتملكها دلوقتي كل البطولات التانية ملك الربطة الدوري كاس الربطة كاس النخبة اللي ممكن تتعامل الفترة الجاية فانت ما عندكش غير كاس مصر هي البطولة الأكبر كاس السوبر دي مباراة وممكن قريت حتى في الفترات اللي فاتت بطولة كاس السوبر أصبحت دلوقتي كمان الربطة اللي بتشتغل عليها مع بعض الشركات الرائية البطولة مرة تنظمت فيه الإمارات فيه اتفاية مع مجلس أبوظابي فبالتالي مش البطولة الأساسية اللي الاتحاد بيشتغل عليها لكن البطولة الأساسية اللي الاتحاد بيشتغل عليها هي بطولة كاس مصر وبطولة كاس مصر دي من أقدم البطولات اللي موجودة فيه القرى المصرية بطولة مهمة جدا بتلعب فيها من دور الـ 32 والـ 16 والـ 8 والـ semi final والـ final وبطولة لها تاريخ طويل جدا وتعامل فيها مباريات ودربيات كبيرة جدا ويا ما فرق شعبية كذبتها ويا ما فرق ما عملتش إنجازات في حياتها إلا الفوز وبطولة الكاس فبطولة الكاس لازم تديها أهمية إيه أهمية بطولة الكاس؟ إن هي بطولة مؤهلة للبطولات الإفريقية البعض زعل ما عرفش ليه أنا بكلم على بطولة بطولة من الاتحاد أن يهتم بيها البطولة دي هي البطولة الأساسية للمشاركة في كاس الكونفيدرالية ومعها تاريخ الدوري وإذا كان بطل الكاس هو بطل الدوري بتاخد رابع الدوري دي الحالة الاستثنائية اللي ممكن تاخد فيها رابع الدوري لكن فكرة كل سنة ما نهتمش بطولة الكاس ونقول عندنا الأول والتاني دوري أبطال وتاريخ ورابع الدوري كونفيدرالية ده مش صح هي البطولة دي لما تكون مؤهلة للبطولة الإفريقية مش هتلاقي المصري بيلعب فيها بكل قوة مش هتلاقي الاتحاد السكندري بيلعب فيها بكل قوة مش هتلاقي الإسماعيل اللي ممكن بيصارع على البقاء في الدوري هيهتم بطولة الكاس عشان يلعب على أقل بطولة الكونفيدرالية الحاجات دي بطولة مهمة جدا للأنداء الشعبية الاتحاد السكندري هينافس ويلعب بشكل جد جدا للبطولة دي فريق صاعد أو فريق في الدرجة التانية هيحاول يعمل مفاجأة في البطولة عشان يلعب في بطولة إفريقية ما هي البطولة الإفريقية لها جوائز لو خدت البطولة تأخذ 2 مليون دولار رقم يعني تتكلم في رقم يعني بطولة الكاس لو بدون جوائز مادية بس الفوز بيها هيوديك لبطولة إفريقية فهتكسب فيها أرقام مالية كبيرة جدا وبعدين أنا مش بجيب حاجة من دماغي يعني ارجعوا اللايحة الاتحاد الإفريقي لا يحد الاتحاد الإفريقي بتقول لك بطولة الكاس في المقام الأول ولو بطولة الكاس ما تلعبتش أو ما تحسمتش مين البطل بتاعها بترجع للترتيب الأعلى في الجدول الدور العام يعني بطولة الكاس هي الأولوية عند الاتحاد الإفريقي أي أن كان بقى كاس مصر كاس تونس كاس العرش في المملكة المغربية أي أن كان بطولة الكاس في أي دولة ولكن هي البطولة الأساسية بالنسبة للاتحاد الإفريقي زيها زي الدوري فالاتحاد لازم يهتم بالبطولة بتاعته يعني انت ما عندكش في المسابقات كلها غير ده وكاس السوبر كاس السوبر مباراة واحدة لكن كاس مصر اللي انت عندك فيها الراعي بتجبر الاندينة تلبس الاعلانات بتاعت الراعي ده على التيشيرت وبتحط الاعلانات الراعي ده في الملاعب لازم في البطولة دي في النهاية كلها هدف ايه الهدف بتاعها المشاركة الافريقية انا طبعا مش اهتم بال يعني اي حد بينتقد انتقاد ايجابي هسمع له وقره تعليقه وما فيش مشكلة اهتم بالموضوع ده لكن اي حد بقى بيخرج عن النص ولا والله ولا في بالي ولا بيفرق معايا والحاجات ده اصلا ما بتأثرش بالعكس بخدها بابتسامة وبضحك وبيبقى شيء لزيز جدا يعني ان فيه ناس ما بتفهمش ومش عارفة تقرأ احنا بنتكلم في ايه وبدأ دخلت تشتم وخلاص ما عندش مشكلة لكن انا رسالتي لاتحاد الكورة اهتم ببطولة كاس مصر